اشتركوا في القناة وبعد الانتخابات وبعد انتخابات المرحلة الثانية انتهت المرحلة الثانية بالامس معلش اني كنت مرهق لان انا نزلت فعلا وكان اتخاذي للخطوة دي في وقت دايق جدا باقل الامكانيات وباقل التكاليف وباقل الدعاية وباقل في كل حاجة ولكن كان برنامجي الاقوى علميا الاقوى للي فعلا حبه وفهمه ومن هنا انا بحب اشكر كل واحد انتخابني كل واحد داني صوته بدون اي منفعة خاصة ولا اي مصلحة خاصة نهائي كله كان بيتكلم في المنفعة العامة والمصلحة العامة ومن هنا انا رجعت لكم بالموسم الجديد علشان اعرفكم ان فعلا احنا كان قصدنا المنفعة والمصلحة العامة للدولة وهل هل الكرسي الكرسي اللي مسئولياته ومهمته شديدة جدا على كل عضو مسئولية كبيرة مسئولية قدام ربنا اولا وقدام الناس ثانيا من هنا انا بشكر الناس لان من لم يشكر الناس لم يشكر الله انا بشكر كل واحد اداني صوته وصق فيه حتى لو عدد الاسوات صغير فبيكم انتم ومعاكم وفي البداية علشان نوصل للجاية انا يهمني ادخل قلوب الناس مش ادخل في ايديهم وهم بيكتبوا وفعلا شفت ده في عينين بعض الناس وده المهم عندي نهاردة حتى وانا خارج لقيت ناس بتاتصل وبتكلمني وبتوسيني واللي بيبعات لي رسائل جماعة انا حققت المرجو في هذه المرحلة باقل الامكانيات واقل التكلفة ومن هنا انا انجحت انا طول عمري بخطط حقيقتي بقول انا في السن ده هبقى كذا بعد السن ده هسفر لكذا هارجع المطلوب ماديا او المطلوب اقتصاديا اللي هي والبيتي والدنيتي والعائلتي والدنيا يبقى كذا لازم احضر واخد دراساتي وورقي وشهاداتي في الوقت كذا خلصت السنوية خلصت السنوية الازهرية اخواتي كلهم لكاترة ومهندسين مثلا انا الوحيد دخلت تربية رياضية اثبت ان انت ناجح تربية رياضية كلية كلية قمة كلية قمة وفيها اعلام اثبت ان انت ناجح اشتغل خد تقدير اتياز مرتبة شرف خلص خد ماجستير خلص خد دكتوراه اعرف قانون بلدك واعرف قانونك واعرف حقك علشان تقدر تجيب للناس حقوقها خد لصنص حقوق اعمل ماجستير في القانون دعم دراستك اشتغل اعمل دكتوراه في القانون في منازعات العمل الرياضي واربطها بالقانون وبالامن القومي بتاع البلد ادخل حزب واتنين اتعامل سياسيا اتزل اعمل مبادرات اشتغل شارك في حملة الماجستير والدكتوراه حاول تجيب للناس بعض حقوقها ومن هنا انا حسيت ان انا لازم ابقى معاكم ومن هنا انا معاكم وكل واحد وكل واحد في قرية انا عدت عليها وزورتها وعدت ان انا هاجي انا معاكم حتى اللي خزلوني انا معاكم وانا بحبكم وانا مش زعلان جدا نهائي والله لازي لا اله غيره انا مزعلان استحالة ازعل ازعل من اهلي ماينفعش انا معاكم وهنرجع ونشتغل هنكمل مش هنبطل مش هنبطل شغل هنبطل شغل مش هنبطل بس الرسالة اللي نفس الرسالة اللي وعدت اللي قلتها للناجحين من هنا باسم برنامج الناس والبرلمان وباسم قناة الصحة والجمال بنهنئ القيمة لنجحة قيمة الوطنية لنجحة عن دائرة بنها وكفر شكر او عن محافظة الاليوبية او عن مجموعة المحافظات اللي تم تشكيلها في القيمة وبنهنئ اه وانا شخصيا اهنئ الزميلة الاستاذ الدكتور اه ولا عبد الفتاح اه الاستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية جماعة المنصورة اه اللي كانت على في في شرف وشرفة اه بانها تكون من القيمة الوطنية تم اختيارها اه وبدون اي اه بدون بدون اي من اللي ما يتم الكلام عليه وما قلته من اموال او غير ذلك دي فعلا تم اختيارها اه لانها اه فعلا كانت انسانة وطنية واشتغلت على نفسها فترة كويسة جدا وتم اختيارها قيدة السياسية اختارتها او قيدة الحزب بتاعها اختارها انا مش منتمي الان اه الى حزب او او انتمائي للحزب اه كان خارج نطاق السياسي بتاعي يعني انا خارجت مستقل وانزلت مستقل اه واحب اقول ان مش عشان انت في حزب او عشان انت مستقل فانت هيشوبك شائبة او ده هيوقفك عن اداء دورك الخدمي مع الدول ومع بلدك ومع شعبك وكل اللي خسره انزل واشتغل تاني ايدي في ايدك نقف ونبني البلد تاني ايدي في ايدك نعاون القيادة السياسية ونعاون سيد رئيس الجمهورية في اللي جاي ايدي في ايدك نقف مع بعض في اللي جاي وايدي في ايدك علشان خاطر نبقى العين والرقابة على اللي نجحهم ومن هنا اي واحد نجح اي واحد نجح سواء كان مستقل او كان حزبي او كان قايمة وطنية او قايمة مستقلين او اي قايم تانية اي حد نجح او بيحاول انه ينجح لازم يعرف ان احنا عنين علي عنين عليك ما بقاش فيه الشغل بتاع زمان ما بقاش فيه ان انت ممكن تنجح وبعد كده تريح لأ اشتغل شايف الوزرات والحكومات والمحافظين بينزلوا وتحركوا ازاي انت ما تعتمدش ان انت تم انتخابك او تم تعيينك لا ما بقاش فيه الكلام حتى عند السيد رئيس الجمهورية المفروض اللي بيغلط واللي بيخطأ بيتم محاسبته عين برنامج الناس والبرلمان هتبقى على كل عضو مجلس شعب وعضو كل عضو مجلس شيوخ ما بيؤديش دوره وبرنامج الانتخاب اللي وعد الناس بيه ده المفروض وانا قلت حتى اذا كنت وفقت ونجحت كان البرنامج ده هيبقى عينه على البرنامج بتاعه كان عينه هيبقى على اداءه وعلى دوره المهم المهم ان انا معاكم في الفترة الجاية وبحبكم ومعاكم وهنزل الشارع معاكم وهنزل اشتغل معاكم بايدي بيدكم وهبتدي ادعو البرنامج الانتخابي وهنبتدي في اول نادي واول جمعية نادي مقايدة الستمار في مصر وبنك البنك افكار الشباب وهبتدي اشتغل في كل فكرة انا عملتها وهنزلها وهنفزها في اهل ديرتي واهل محافظتي واهل مصر كلهم لاني بحبهم من برنامجي وبرنامجكم في الموسم الجديد برنامج الناس والبرلمان اللي هيبقى عينكم وعين الناس على البرلمان واستنوني في الموسم الجديد شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة